بسم الله الرحمن الرحيم وفي سياق شرحنا لمادة التحرير العربي سنشرح اليوم درسا جديدا هو درس الأخطاء الشائعة وفي البداية أقول لكم إن الأخطاء الشائعة ثلاثة أقسام أخطاء كتابية وأخطاء نطقية وأخطاء معنوية أي أخطاء في الكتابة وأخطاء في النطق وأخطاء في الاستعمال فأما بالنسبة إلى الأخطاء الكتابية فلن نتعرض لها في هذا الدرس لأننا قد شرحنا القواعد الإملائية قواعد كتابة الهمزة قواعد كتابة التاء والها قواعد كتابة الألف اللينة المتطرفة وكنا قد تعرضنا في الدروس الماضية للأخطاء الكتابية وطريقة التخلص منها بالنسبة للأخطاء النطقية فهي الأخطاء التي تعرض للمتكلم أثناء حديثي ولن نتحدث عنها أيضا في هذا الدرس وسيكون تركيزنا في هذا الدرس على الأخطاء المعنوية التي تعنى بالأخطاء الاستعمالية ومراد بالأخطاء الاستعمالية هو أن يستعمل الكاتب أو الناطق اللفظ في غير معناه أو أن يخلط بين لفظين متقاربين من حيث الحروف واللفظ فيستعمل أحدهما بمعنى الآخر مع وجود فرق شاسع بينهما في المعنى والأخطاء المعنوية كثيرة جدا وسنكتفي بالأخطاء الشائعة الكثيرة التي أردنا أن ننبه الطالب إليها ليتحاشى الوقوع فيها في أثناء كتابته وينبه إليها إذا رأاها في كتابة غيره النموذج الأول هو الخلط بين كلمة رؤية وبين كلمة رؤية فهناك من يخلط في الاستعمال بين رؤية المختومة بالألف وبين رؤية المختومة بالتاء لذلك لاحظ معي إذا قلت كانت رؤية المباراة شائقة هذه الجملة خاطئة لأن الرؤية بالألف كما قلت لكم هي ما يرى في النوم والجمع رؤى قال تعالى قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين أما بالنسبة إلى الرؤية بالتاء المربوطة فإنها بمعنى الإبصار رأى رؤية كأن نقول رؤية هلال رمضان لأول ليلة منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي حين يرى الهلال بالعين لذلك الرؤية هي الرؤية بالعين في حين أن الرؤية هي ما يراه النائم ولأن المباراة في هذا المثال هي مما يرى بالعين فكان الواجب أن يقال كانت رؤية المباراة شائقة إذن لا يجوز الخلط بين رؤية ورؤية الخلط الثاني أو الخطأ الثاني من الأخطاء الشائعة في الاستعمال هو الخلط بين آذان المبدوءة بمدة كما ترون وبين آذان المبدوءة بالهمزة كما ترون هناك من يخلط بينهما الآذان هي جمع أذن وهي حاسة السمع المسمع ونقول آذان أذن وآذان فآذان هي جمع أذن التي هي حاسة السمع في الإنسان لذلك تقول أستمع إليك بآذان صاغية أما الآذان بالهمزة فإنه النداء معناه النداء للصلاة ولذلك الصواب أن يقال حان الآن موعد آذان الظهر بالهمزة ولا يجوز أن يقال حان الآن موعد آذان الظهر لأن المعنى بهذا يصبح معنا فاسدا إذن الخطأ الاستعمالي هنا أتى من الخلط بين كلمة آذان وبين كلمة آذان نظرا لما بينهما من تقاربا في اللفظ كما ترون الخطأ الثالث هو الخلط بين الفعل يتسنه وبين الفعل يتسنى يتسنى الحقيقة أن الفعل يتسنه يراد به تغير الطعم لذلك قال الله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وهذه من المعجزات التي أراها الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل الذي أماته الله مئة سنة ثم أحياه بعد موته فقال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير طعمه في حين أن يتسنى يراد لم يمكن أو لم يتهيأ لذلك تقول لم يتسنى للذهاب إلى الجامعة أي لم يمكنني الذهاب إلى الجامعة أو لم يتهيأ لي الذهاب إلى الجامعة ولذلك هناك فرق بين يتسنه ويتسنه ولا يجوز أن يستعمل أحد الفعلين بمعنى الآخر لذلك إذا قلت الأم يتسنى للذهاب إلى الجامعة فإن هذه الجملة جملة خاطئة لأن هذا ليس المقصود وإنما يعبر عن هذا المعنى بقولك لم يتسنى لي الذهاب إلى الجامعة أي لم أتمكن من الذهاب ولم يتهيأ لي الذهاب من الأخطاء الشائعة أيضا هو الخلط بين بؤس وبأس نظرا لما بينهما من تقارب في اللفظ والحقيقة أن بينهما تباعد في المعنى لأن البؤس المراد به الشقاء والحزن ولا يجوز أن تقول لا بؤس في الذهاب إلى الحديقة إذا كنت تقصد لا حرج لأن البؤس بمعنى الشقاء والحزن أما البأس فهو إذا قلت لا بأس فالمراد لا مانع ولا حرج من الذهاب إلى الحديقة لذلك لا بد أن تستخدم لفظ البؤس في معناه وهو الشقاء والحزن كأن تقول أعوذ بالله من البؤس فأما إذا أردت لا مانع ولا حرج فإنه يجب أن تقول لا بأس من الأخطاء الشائعة جدا هو النصف الأطباء فنقول فلان أخصائي وهذا الحقيقة من أكبر الأخطاء وأشهرها لأن نقول أخصائي مع أن أخصائي هذه نسبة إلى أخصاء فأخصاء في حقيقتها جمع والأخصاء جمع خصيص لذلك نحن نقول طبيب وأطباء وحبيب وأحباء وشقيق وأشقاء فكيف يكون الطبيب أخصاء ونحن نستعمل هذه الكلمة ونريد التعبير بها عن أنه متخصص في فرع من فروع الطب فنقول أخصائي فنقول أخصائي الطب النفسي أخصائي الجراحة أخصائي القلب وأخصاء لا تؤدي هذا المعنى أبدا وإنما الذي يؤدي هذا المعنى هو إخصاء وإخصاء هو مصدر الفعل أخصاء لأن العرب تقول أخصى الرجل إخصاء أي قصر جهوده على تعلم علم واحد وإتقانه لذلك المفترض أن نقول للتعبير عن تخصص الطبيب في علم واحد أن نقول إخصائي الأمراض النفسية إخصائي الأمراض النفسية أو إخصائي القلب أو أن نقول متخصص في الأمراض النفسية أو متخصص في علاج القلب أما أخصاء هذه فإنه تعبير خاطئ لا أصل له ولا وجه في لغتنا العربية من الخلط الكبير أيضا أن هناك من يخلط بين إمارة بكسر الهمزة وبين أمارة بفتح الهمزة ونظرا لما بينهما من تقارب والحقيقة أن الإمارة تجمع على إمارات والمقصود بها إما مقر حكم الأمير كأن نقول إمارة منطقة عسير للمبنى والموقع الذي يعمل فيه الأمير أمير المنطقة أو هي جزء من الأرض يحكمه أمير كما في قولنا الإمارات العربية المتحدة إمارة الشارقة وإمارة دبي وإمارة أبوظبي هذه إمارة ومقر الحاكم يسمى إمارة إذن الإمارة هي مقر حكم الأمير أو قطعة من الأرض يحكمها أمير أما الأمارة بالفتح فإن المراد بها العلامة فتقول أمارة كذا أي علامة كذا وتجمع على أمارات إذن هناك إمارة وإمارات وهنا أمارة وأمارات لذلك حين نتحدث عن علامات الساعة فإنه لا يجوز أن نقول إمارات الساعة وإنما يجب أن نقول أمارات الساعة بمعنى علامات الساعة لذلك نقول من أمارات الساعة خروج المسيح الدجال من الأخطاء الشائعة أيضا قطعته أربا أربا وقد أتى هذا الخطأ من الخلط بين أرب وبين إرب وبين إرب ومع التقارب اللفظي بينهما فإن هناك فرق في المعنى فإن هناك فرقا في المعنى كبير لذلك حين تقول أرب فإن الأرب بمعنى الحاجة فتقول لي أرب في كذا أي لي حاجة في كذا أما الإرب فإنه العضو لذلك حين تقول قطعته أربا أربا فإن هذا التعبير خاطئ لأنك تريد أن تقول قطعته عضوا عضوا والذي يعبر به عن العضو هو كلمة إرب بكسر الهمزة وسكون الراء وليست أرب بفتح الهمزة وفتح الراء نكتفي بهذا القدر من الأخطاء الشائعة في هذا الدرس وسنكمل ما بقي منها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة